سميت بالضحى لأن الله تعالى أقسم فيها بالضحى وهي مكية بالاتفاق نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وما ذكره المصنف رحمه الله في صدر تفسيره من مشروعية التكبير أو الخلاف في التكبير في الضحى هو مما ذكره العلماء رحمه الله من أهل التفسير وغيرهم وقد ذكر المصنف رحمه الله السند الذي نقل به مشروعية التكبير عند سورة الضحى وأسنده عن رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يبي بن كعب أن النبي أمره بأن يكبر وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكبر أن يقول الله أكبر بعد عند قراءة سورة الضحى وهذا الأثر تكلم فيه المصنف بما بيّن فيه ضعفه حيث قال فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الله البزي وهو الذي روى عنه الحديث وقد أخرجه البغوي أيضا من طريق أبي بكر محمد بن حسن من زياد الموصلي المعروف بالنقاش لكن يرجع في النهاية إلى طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزه المقري وهذا من القراء كما قال وكان إماما في القراءات أي ضابطا لها وعارفا بها إلا أنه ضعيف في الحديث كما ضعفه أبو حاتم وأبو شعفر العقيلي وما نقله المصنف عن الشافعي من أن أبا شاما في شرح الشاطبية حكى عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة قال وهذا يقتضي صحة هذا الحديث أي عند الشافعي انثبتت وصحت هذه القصة واجه ذلك أنه قال وأصبت السنة إلا أن الاستهاد الوارد ضعيف ولهذا ذهب المحقق من أهل العلم إلى أنه لا يسن التكبير لا في صورة الضحاء ولا في غيرها من السور بل المسلون فيها ما هو مشروع في بداءة السور كلها من البسملة وأما بعد ذلك فلا دليل عليه وقد اختلفوا بعد حكاية الخلاف في مشروعية التكبير اختلفوا في موضعه هل هو في أول السورة أو في ختمها وأيضا في كيفيته يعني ما هي الصيغة التي يكبر بها هل يقال الله أكبر فقط أو يقال الله أكبر لا إله إلا الله ويقال الله أكبر كبيرا أو ما إلى ذلك من التكبيرات والذي يظهر أنه لا يكبر وليس في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولو ثابت هذا الحديث لكان كل تكبير يؤدي إلى المطلوب سواء قال الله أكبر أو الله أكبر كبيرا أو قال الله أكبر ولا إله إلا الله المقصود هو التكبير فيما إذا ثبت على أنه اختلف هل يكبر إذا وصل القراءة أو لا يكبر وفي تفاصيل كثيرة عندما أثبت هذه الرواية وأخذ بها